الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم جبل أبي قبيس من أعلى جبال مكة وجبل ثبير هو أعلى جبال أطراف مكة ينقل أن إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وعاله الصلاة والسلام عندما أمر أن يبلغ وأن يدعو الناس إلى الحج صعد على جبل أبي قبيس أو جبل ثبير من هناك نادى ودعى الناس إلى الحج إن صح هذا الناقل أتساءل لماذا إبراهيم صعد على الجبل في ذلك اليوم لم يكن في مكة وأطراف مكة إلا قل قليلة من الناس كان يتمكن إبراهيم أن يدعوهم خلص يصعد فوق الجبل لا يسمع صوته أحد غير هؤلاء لعله إن صح هذا الناقل من أسباب ومن أسرار صعوده على الجبل وندائه من فوق الجبل أن إبراهيم أمر بتنفيذ هذا الشيء أن يدعو الناس إلى الحج هو في ذلك الظرف في ذلك اليوم ما كان بإمكانه أن يصنع شيئا أفضل من هذا من فوق الجبل الصوت يصل إلى مكان أبعد هذا المكان الأبعد لا يوجد فيه أحد هذا لا يرتبط بإبراهيم إبراهيم يتمكن الآن أفضل ما يتمكن منه هو الصعود على الجبل والنداء من فوق الجبل كم يصل صوته هذا شأن لا يرتبط بإبراهيم الله عز وجل يوصل صوت إبراهيم إلى أي مدى هذا شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى أدى واجبه بأفضل واجه بأفضل الأدوات التي كان يمتلكها أنا ذاك والله سبحانه وتعالى بارك لهذا الجهد لإبراهيم أوصل صوت إبراهيم إلى من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء إحدى الأخطاء للأسف أقول الشائعة والكبيرة عند المؤمنين أنهم يفسرون التوكل على الله تفسيرا خاطئا يفسرون البعض منهم يفسرون التوكل على الله بترك أدائي للواجب الدين الله عز وجل يحميه إذن أنا أجلس لا أعمل واجبي لا نحتاج إلى أدوات للدين من يرعاه من يرعى دين الله سبحانه وتعالى هو الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء إذن أنا ماذا ليس من شأن يصن هذا الشيء ليس من شأن تهيئة أدوات مناسبة لنصرة الدين الأمور عنده غيري إذن أنا لا علي أن أؤدي واجبي أو أؤدي بأبسط الأمور بأضعف الأشكال بأضعف الأدوات تفسير بعضنا للتوكل على الله وهذا التفسير أسألكم هل يوجد من يتوكل على الله عز وجل أعلى وأعظم وأفضل من محمد وآل محمد صلى الله عليه الله صلى الله عليه وآله لا يوجد لا يوجد نهائيا كانوا متوكلين على الله نعم في أعلى الدرجات ولكن في نفسه ذلك الوقت الذي كانوا يتوكلون على الله بأعلى الدرجات كانوا يمهدون المقدمات بأعلى الدرجات لوقوفهم لدين الله سبحانه وتعالى لهداية الناس حقا هناك قضايا عجيبة في تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من تمهيد من تحصيل أدوات مثاله أبي الفاضل عليه السلام مثال جدا عجيب أبي الفاضل عليه السلام رباه أبوه وأخوه صلوات الله عليهم كانوا يعلمون بكل وضوح دور أبي الفاضل أبي الفاضل دوره ما كان دور قتال الدور الأساسي في يوم عاشراء لأبي الفاضل ما كان دور قتال تذهب لتأتي بالماء وهم كانوا يعلمون بأنه سوف لا يتمكن من إيصال الماء إلى نساء الحسين وأهل بيته وأطفاله إذن لماذا تدريب أبي الفاضل على السيف القضية قضية ماء وسوف لا يصل الماء إذن لماذا تدريب أبي الفاضل على هذا المستوى الراقي من العلم كان من أعاظم فقهاء أبناء المعصومين عليهم الصلاة والسلام لماذا من أي أداة من هذه الأدوات سيستفيد في يوم عاشورة هذا شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى ولكن عليه أن يحصل على أدوات عظيمة جدا التوكل على الله عز وجل ليس معناه أن الإنسان لا يسعى لا يعمل إذا كان هذا المعنى الذي يفسر التوكل بهذا المعنى بعض المؤمنين إذن لماذا الإنسان يجهد نفسه أصلا الدين دين الله الله عز وجل ينصر دينه خلاص أنا لا دور لي أنا أصلي أصوم خلاص انتهى كل شيء إذن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لماذا تحملوا هذه الصعوبات هذه البلايا هذه المصائب التي لا تتحملها الجبال على صلابتها كانوا يجلسون في زاوية ينشغلون بالعبادة وكانوا يحبون عبادة الله سبحانه وتهالى حبا كبيرا يعيشون مئات السنوات في كهوف وينشغلين بالعبادة حالهم حال العباد هذا الألم هذه الصعوبات التي تحملوها في زمن حياتهم بعد استشهادهم آلام جدا كبيرة نحن لا نعرف ماذا جرى على أهل البيت ماذا حصل بالنسبة إلى قلوبهم ولكن بعض الآثار مذكورة في الروايات الشريفة تكشف عن مدى الألم المجلسي غيره في المصادر ذكروا هذا المقطع سمعتموه كثيرا من الخطباء الكرام الحديث يروى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد استشهاد الصديق الكبرى صلوات الله عليها الإمام يقول فلما هممت أن أعقد الرداء من كفن فاطمة نادى الإمام بأولادها هلموا وتزودوا من أمكم فهذا الفراق واللقاء في الجنة يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأقبل الحسن والحسين وهما يناديان وهما يناديان وحسرة لا تنطفئ أبدا من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا فاطمة الزهراء يا أم الحسن يا أم الحسين إذا لقيت جدنا محمد المصطفى فاقرأيه من السلام وقولي له إنا قد بقينا بعدك يتيمين في إدار الدنيا يقول أمير المؤمنين إني أشهد الله أنها قد حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها فلقد أبكي يا والله ملائكة السماوات أنت هذا الأنين ما كان يحمل في طياته ماذا كان يحمل في طيات هذا الأنين أنين فراق أمير المؤمنين أنين فراق الحسن والحسين الإمام الحسن كان أنا ذاك في الثامنة من عمره الإمام الحسين كان في السابعة من عمره السيدة زينب كانت في الخامسة أو السادسة من عمره السيدة أم كلثوم لعلها كانت في الثانية من عمره أنين أنت في هذه العبارة المنقولة عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه توجد كلمة عجيبة تقول وضمتهما إلى صدرها مليا حتما رأيتم بعض الأمهات عند شدة الشوق إلى أولادهن الأم تضم ولدها وتطيل بشدة لشدته لفرط عواطفها تجاه هذا الولد الصديق الكبرى ضمت الحسن والحسين إلى صدرها وأطالت في ذلك السيدة صلوات الله عليها بعدما حدث لها بين الحائط والباب من الآلام الشديدة على صدرها ربما من ذلك اليوم ما ضمت أحدا من أولادها إلى صدرها لشدة الألم الآن اللحظة الأخيرة الساعة الأخيرة ضمت الحسنين إلى صدرها مليا طويلة أنا لا أعلم ماذا قال الإمام الحسن لأمه ماذا قال الإمام الحسن لأمه ولكن عبارة أمير المؤمنين عجيبة العبارة التي نقلها أمير المؤمنين وتنقل عن المولى أمير المؤمنين أن ملائكة السماوات ما بكت لها بكت لهما وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها فلقد والله أبكي يا ملائكة السماوات لا أعلم الملائكة ماذا رأت في الحسن والحسن ماذا سمعت من الحسن والحسن الملائكة رأت عيتام بالملايين رأت مصائب ما بكت الملائكة رأت أحزان كثيرة ما بكت ولكن الأيتام في جانب ولكن آه آه من يدم الحسن والحسن من قولهما من منظرهما عن الإمام أبي عبد الله الصادق عن أباه يقول الإمام لاحظوا الآلام الآلام كانت جدا شديدة الآلام منتهت يقول لما حضرت فاطمة الوفاة بكت بكت فقال لها أمير المؤمنين يا سيدتي ما يبكيكي هذا نص العبارة موجودة الرواية في البحار في العوالم في غيرهم فقالت فاطمة تبكي على ماذا فقالت أبكي لما تلقاه بعدي فاطمة تعلم أن أمير المؤمنين عنده مدافع واحد فقط هذا المدافع سيرحل يبقى وحيدا لا يوجد أحد يدافع عنه فقال لها الأمام الصادق صلوات الله عليه يرويه فقال أمير المؤمنين لفاطمة فقال لها لا تبكي فوالله إن ذلك هذه المصائب هذه الآلام التي ستحل بي أنا علي بن أبي طالب فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله أتحمل يا فاطمة أنا الذي تحملت مصائبك أتحمل ما يكون بعدها أه من مصائب فاطمة أه من مصائب أهل البيت يقول الشاعر عن لسانه حالها بين الحائط والباب يقول يا أبويا شوف هذا الرجس يأصرني قتل ولدي البريء وبعد يقتلني رمع قدام ولدي صار يلطمني من من اللطم بمهج ولدي غدت رنة هذه رنة بقيت في مهج أولاد فاطمة الإمام الحسن بعد ثلاثين سنة تقريبا من هذه الواقع رأى أحد أولئك فقال له أنت الذي ضربت فاطمة هذه الرنة بقيت في نفوث أولادها رنين اللطمة دوت بعد خمسين بعد خمسين سنة هذه اللطمة أثرت جاءت بلطمات لبناتها رنين اللطمة دوت بعد خمسين على بنات اللطم من بعد الحسين توالت حين حرقوا للصواوين وأنت والصخر يتفطر الأن يا بو صالح سيدي يا مولاي يا بو صالح بسيفك يهدأ الكون ترعيون البتول آلها يدورون عن الطلع البهية متى يلقون ولدها ينهض لفاد هي سكنة صلى الله عليك سيدتي يا فاطمة المظلومة صلى الله عليك سيدتي يا فاطمة الشهيدة كل هذه الآلام تحملها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأداء ما عليهم لتحصيل الأدوات والأدوات كانت متوفرة عندهم لاستخدام الأدوات لأداء ما عليهم لحظات أعمار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أثمن من أعمار الناس المؤمنين ضحوا ضحوا بحياتهم لماذا أنا كمؤمن عادي أقبأ أن أضحي ببعض ما عندي في سبيل الدفاع عن أهل البيت في سبيل الولاية في سبيل البراءة رسول الله صلى الله عليه وآله شهيد الولاية اقرأوا الروايات الشريفة لماذا قتل النبي صلى الله عليه وآله رسول الله شهيد الولاية الصديق الكبرى صلى الله عليه عليها شهيد الولاية والبراءة جنينها محسن الشهيد شهيد الولاية والبراءة أولادها شهداء هذه الولاية شهداء هذه البراء أنا لا أريد أن أتحمل شيئا قليلا حياتي تتعكر قليلا تحصيل الأدوات استخدام الأدوات من بعد تحصيلها الحرب لا زالت الإمام الحسين صلى الله عليه لا زال مظلومة الصديقة الكبرى لا زالت مظلومة وهي تظلم في كل يوم الإمام سيد الشهداء في كل يوم يظلم لا أقول فقط يظلم من أعدائه والنواصب حتى من بعد من يتسمى باسمه الموالين يظلم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في القضايا الأخرى يقف في قضية سيد الشهداء لا يقف في القضايا الأخرى السياسية يتجاهر في قضية الصديقة الكبرى لا يتجاهر لا زال أهل البيت مظلومة لا أقول الدفاع عن أهل البيت بالنسبة للظلم الذي وقع عليهم آنذاك بالنسبة للظلم الذي يقع عليهم في كل يوم في كل يوم القضايا كلها عادية تصل إلى أهل البيت لا 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 تصنع هكذا لا تقول هذا ليس ظلما على أهل البيت التعامل مع أهل البيت أقل مما يتعامل مع قضايا عادية بل أقول أحيانا تافهة يقفون فكومات تقيف شخصيات تقيف تصريحات جود لقضيتها فيه في بلد من البلاد أصلا أحيانا الإنسان يأبى أن يذكرها لشدة تفاهتها يقفون لهذه القضايا أما في قضايا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يقفون بل يمنعون بل يؤذون يعني لا زال الأمر يحتاج إلى وقوف وقوف رجال حبيب ابن مظاهر وقف أبو ذر وقف اليوم أيضا نحتاج إلى من يقف اقتداءا بحبيب اقتداءا بأبي ذار سلام الله عليهم وأمثالهما الوقوف يكلف نعم يكلف ما كلف فاطمة حياتها ما كلف سيد الشهداء حياته حياته الدنيوية الظاهرية كلمة قالها فقيه كبير لفقيه كبير آخر في قضية قديمة قبل لعله أكثر من 100 سنة تنقل من فقيه لفقيه قال لماذا لا تقف في القضية الفلانية لا أريد أن أذكر تفاصيل هل قال له هذه الكلمة هل دمك أثمن من دم الحسين صلوات الله علي ماذا يصنعون بك يقتلك أنت كفقيه يقتلك لا بأس هذه القضية تسوى طبعا حسب تشخيص ذلك الفقيه والفقيه الآخر أيضا كان يوافقه في ذلك وأدى واجبه طبعا تقتل فلتقتل يعني ماذا يصنعون بك أكثر شيء يقتلونك فليقتلوك كلام صحيح إذا بلغ الأمر إلى هذه الدرجة بالفعل دوري كان يقتضي هذا الشيء فليكن ناهيك عن هذه الدرجة بعضنا لا يريد أن يتعب نفسه أن يعطي شيئا من نفسه الحرب ما انتهت أنت أيضا الآن في الحرب حرب النت حرب إعلامية حرب اقتصادية حرب العلم حرب العلم هذه مهمة جدا كلها هذه حروب موجودة اليوم ضد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا بدون أدوات لا أتمكن أن أحارب بدون سيف أنت لا تتمكن أن تدخل في ساحة حرب بدون علم لا تتمكن أن تدخل في ساحة حرب العلم الحرب بالعلم بسلاح العلم بدون إعلام لا تتمكن أن تدخل في ساحة حرب الإعلام والحرب بالإعلام تحصل أدوات هذا الذي ذكرنا بالنسبة إلى أمير المؤمنين مع ابنه أبي الفاضل بالنسبة للإمامين الحسن والحسين مع أخيهم أبو الفاضل تهيئة تحصيل أدوات تتصورون أن أبو الفاضل عليه السلام بلغ إلى هذه الدرجة من دون تعب هذه الدرجة من الشجاعة هذه الدرجة من الفقاهة هذه الدرجة من الشهامة بدون تعب يصير هذا الشيء بلغ درجة من القوة يكشف أربعة آلاف مدجج بالسلاح خلال دقائق هذا يحتاج إلى تميد طويل ومتعب جدا مرهق مهلك أقول مهلك دنيويا من شدة التعب قصدي صنعوا ذلك أنا نومي يتأخر قليلا شخص يسبني لا لا أريد أن يسبني أحد لا أريد أن يقول أحد لي كلمة نابية مؤلمة بهذا المقدار لا أريد أن أتألم والحرب لا زالت ضد أهل البيت قائم وانا أسمي نفسي من شيعة علي أسمي نفسي مؤمنة تمهيد تحصيل أدوات الاستخدام للأدوات نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا للدفاع عن محمد وآل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا أرزقنا خدمتهم في الدنيا أرزقنا زيارتهم في الدنيا أرزقنا اتباعهم في الدنيا أرزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية اللهم صل على محمد اشتركوا في القناة